مصر للانطلاق للحدث السنوي الشبابي العالمي الأبرز منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ وذلك في الفترة من 14 إلى 17 من ديسمبر 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وإشهد المنتدى عدة فعاليات تتعلق بريادة الأعمال وإستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها وذلك تماشيا مع أجندة المنتدى التي تضم محوري الإبداع والتنمية ويأتي على رأس هذه الفعاليات WIF Labs والذي يعد حاضنة أعمال رواد الأعمال التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها هناك اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية بالشباب في ريادة الأعمال نرى في ملتدى الشباب الآن أن الشباب هو الوجه الذي يرسم المستقبل لمصر الحبيبة ما أهمية وجود الشباب وخاصة في لعب دورة حيوي فيما يخص التكنولوجيا الحديثة توفير فرص عمل للشباب وما إلى ذلك أنا كنت كاتب مقال مش بعيد يعني في المصر اليوم كان يسمى اللعبة مع مصطفى بيه بقول فيه يعني أنا كنت بحب شغب الأستاذ مصطفى أمين الله يحامه وهو معلم طبعا كبير جدا صحافة صحافة ومن ضمن الحاجات اللي كنت بشغبه فيها بجد كتير جدا وأنا في جونال الأهالي هو أنه كان بيكتب على قصص النجاح يقولك وذهب إلى فرنسا وحافيا متألما واشتغل في توزيع جرائد ومش عافل قهوة وفين وبتاعه ثم بقى مليونير بعد شوية يعني إيه عشان يديه فكنا بنقول عليه ساعتها يعني إيه في الأهالي وفي التجمع أنه بيروج للحرور الفردية وبيلغي كده دور الدولة ومسؤوليتها إلى آخر ولكن الحقيقة أنا بقول بمنتهى الموضوعية أنا بكتشف الآن أهمية شديدة جدا لقصص الأمل والنجاح ولريادة الأعمال في لمصر ومستقبل مصر وبقيت حتى أنا كنت لسه قريب يعني روحت كده حتى ما كانش الهدف صحفي بقدم أنه نفهم يعني تجمع ليه الرواد الأعمال وشفت خصص غريبة جدا الحقيقة ومشجعة ليه الغاية وعتى تتناقش مع الناس يعني في المبتكرات اللي بيعملوها كل اللي بأتمنى أنه السيد الرئيس يهتم شخصيا بنقطة أنا باعتبرها محورية في تطور ريادة الأعمال في مصر وتأثيرها على بلدنا إيه هي أنا بعمل فكرة كويسة وبتخدم الناس وبتسهل عليهم حياتهم وبيبقى تكاليفة زي مثلا ما بنقول على النقل التشاركي ونقل السلع والخدمات بعد شوية بتيجي شركة عالمية كبيرة عايزة تبلعني وأنا بقى طالع ناشئ لو يعرض عليها 3-4 مليون دولار بحس إنها يعني حلوة أو يعني لا يتوكل على الله وبيع فاصد أقول لابد بقدر الإمكان نحافظ على تطور الشركات ريادة الأعمال داخل الحدود الوطنية إلى أبعد حد ممكن أنا مش حاولي إن أنا نفصل بالعكس نشجع كل الشبان البيعية يشتغلوا في مجال ريادة الأعمال وأنا الحياة برضو شفت البعد ده عندهم عشر حداعي إن أنا بضيف يعني إنه يبقى طول الوقت نظرهم على المنافسة العالمية والشغل في العالم العربي انطلاقا من مصر لأنه بقولك حصل حقيقة يعني في السنتين بالذات اللي فاتت طوره ريب جدا في الريادة الأعمال والاهتمام الدولة بيها والمجتمع نفسه نعم بقى مهتم بيها لكن برضو عدد كبير من الشركات العالمية هيمنت على شركات ناشئة كتب صراحة لو استمرت بصيغتها الوطنية كتتفعل معنا كتير اشتركوا في القناة